اذكر قصة او شواهد على هذه القضية عندنا في دمشق تربة وهي المقورة وكلنا نعرف التربة والمقورة الدحدح مشهورة وفيها نعم اولياء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء تربة مشهورة في دمشق قل من عرف دمشق يعرفوا هذه التربة كان فيها رجل يعمل حفار يعني ينزل اموات عن طمار جاءت في يوم الايام مرأة وطلبت من الحفار ان يحفر لها قبرا حفر القبر وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس يعني بضعت رجال انزلت الجنازة الى الارض وفتح صندوق الجنازة وحبل الميت ودلي في القبر وكانت الحفار في القبر تسلم الجثة واراد ان يضعه في القبر في هذه الاثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة انا اقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص الف ليل وليل وانما قصة واقعية اغمي على الرجل لما رأى ورأى اثنان جاء على اصيلة فرس واخذ الميت وذهبا به اغمي على الحفار فاللي حول القبر ما رأوا ما رأى هو هو الذي رأى فقط فقط هو الذي رأى رشوا عليه ماء وسحبوا وطالعوا من القبر كانت المرأة مضت ما لك؟ قالوا والله رأيت عجبا رأيت كذا 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 سبحان الله قالوا لعلها دواهم لعلها كذا وتركوا مضت شهور جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار ان يحفر قبر حفر القبر جاء الميت حمله ووضعه في القبر ففتح له روضة من رياض الجنة وجاء ملكان اخذاه ميت لكنه تجلد ما اغمي عليه وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرة تعالي من انت ومن اين باي مكان جئتي قل له يا رجل سيبني بمصيبتي شو مصيبتي؟ قال هذا ولدي وصبت به وكان قبل عندي ولد آخر وصبت به من اشهر قال انت صاحبة الرجل قالت نعم ما لك لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا الأول لما وضعتهم فتح روضة من رياض الجنة والثاني كذلك ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة قالت له أما الأول فكان طالب علم وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة الجامع الذي نعيش نحن فيه وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجل كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد المرهاني جد الشيخ سعيد المرهاني والدي جاء إليه قال له أريد أن أطلب العلم قال له خير أنت عمرك الآن خمسة وأربعين خمسين سنة نسيت حياتك كلها ما قرأت العلم الآن لقد تعلم العلم لماذا؟ قال لأنه صار معي كذا 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 قال له خلاص التكر على الله ويلا أبدأ في طلب العلم جيب الأجرومين كانوا يتعلموا الأجرومين ويحفظوها ويتحفظوا متون وكذا وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق وأسرته من بعده كلهم طلاب علم وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفار من كبار علماء دمشق هذه القصة أنخذها لكم لأبشركم بأن طالب العلم هكذا يعامله ربه